أهلا أحبائنا مشاهدين في كل مكان سؤال ما هي الكارثة العظمى؟ في هذه الأيام عم نسمع عن كوارث وأحداث طبيعية وغير طبيعية أوبئة كثيرة وطبعا الوباء الكورونا المنتشر في كل العالم ومنسمع عن أمور يعني صعب يستوعبها العقل من زلازل من أوبئة من أمراض من كوارث في كل مكان لكن ما هي الكارثة العظمى أحبائي؟ خليني أقرأ آية من إنجيل يحنى إصحاح 12 والآية 37 ومع أنه كان قد صنع أمامهم آيات هذا عددها لم يؤمنوا به في آية 40 قد أعمى عيونهم وأغلظ قلوبهم لألا يبصروا بعيونهم ويشعروا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم طبعا هم يتكلم عن آية اتنبأ فيها النبي إشعياء لاحظ الكلام المسيح صنع آيات عظيمة جدا صنع معجزات خارقة المسيح أشبع الآلاف حول الماء إلى خمر مشي على الماء وعمل أمور عظيمة جدا لم يفعلها أي إنسان ولاحظ مع كل هذا يقول الكتاب المقدس في آية 37 مع أنه كان قد صنع أمامهم آيات هذه عددها لم يؤمنوا به بل حتى إذا بتلاحظوا الكلام في إذا منرجع لإصحاح تسعة أحبائي بتشوفوا كمان شيء يعني كارثة أخرى سألوا في يحنم تسعة لا خلين أرجع ليحنم 11 قبل تسعة في يحنم 11 قالوا ماذا نصنع فإن هذا الإنسان يعمل آيات كثيرة انتركناه هكذا يؤمن الجميع به فيأتي الرومانيون ويأخذون موضعنا وأمتنا فقال لهم واحد منهم وهو قيافة كان رئيس رئيسا للكهنة في تلك السنة أنتم لستم تعرفون شيئا ولا تفكرون أنه خير لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة كلها فالشيء اللي لفت يعني انتباهي أنه عملوا مجمع اجتماع كبير اللي هو مجمع السنهادرين وبعدين أنه المشكلة أنه في أمور عم تحدث أعمى فتحت عيناه يعني كان مولود أعمى الرب خلق له عينين جديدة قال عازر أنتن في القبر أربعة أيام ولكن المسيح مش بس أقامه من الأموات خلق له جسد جديد دم جديد شريين أنسجة كل هذه اللي بتتحلل بسرعة الأعضاء الداخلية كلها اتجددت وخلقها من جديد هذه معجزة خارقة جدا أربعة أيام أنتن ولاحظ أنه مش بيرفضوا أو بينكروا المعجزة أنه المشكلة والمصيب الكبرى أنه في معجزة في آية وعملها المجمع يا جماعة في أمور خرجت عن عن دينا طيب شو الأمور اللي طلعت عن إيدينا ماذا نصنع إنه يعمل آيات كثيرة طيب إن تركناه هكذا يؤمن الجميع به إنه يعمل آيات والكارث الأكتر من هيك أحبائي لما شافوا آيات خارقة إنه المسيح بسلطان يخرج الأرواح الشريرة الصعبة المعقدة جدا قالوا إنه ببعلى زبول يعني برئيس الشياطين يخرج الشياطين هل في جحود وإنكار أكثر من هيك؟ اللي قلبه مظلم شو ما عملت حيضل قلبه مظلم إلا إذا روح القدس فتح له قلبه من جديد تعرفوا بتذكرت الآية لما الغني كان في الجحيم وطلب من إبراهيم تعرف شو كان إبراهيم جواب إبراهيم لهذا يعني اسمع صرخة من قلب الجحيم لشخص عم بذوق العذاب عم بقول له إبراهيم ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون في إنجيل لوقا إصحاح 16 بل المسيح قال تعال يا تومة يعني حط إصبعك يعني في جنبي ولا تكن غير مؤمنا بل مؤمن بعدين قال هذه العبارة طوبة للذين آمنوا ولم يروا فإذن الكارثة العزمة إنه مع كل البراهين وكل الأدلة سواء بصلب المسيح وقيامة المسيح مش عاوز يتعب الواحد إنه يقرأ كلمة الله الكتاب المقدس أو يصلي صلاة يقول له يا رب وضح لي اكشف لي افتح عينيه لأنه خايف إنه يعرف الحق ويرجع ليسوع المسيح هل فيه يعني إصرار وعناد ومقاومة للروح القدس ومقاومة لعمل المسيح أكتر من هذا ولئن قام واحد من الأموات يصدقون إنها كارثة عزمة أحبائي لكن لاحظ كلام الرب يسوع المسيح بنفس الأصحاح صنع أمامهم آيات لكن في آية 43 لأنهم أحبوا مجد الناس أكثر من مجد الله غريب إنه الإنسان ممكن يموت من أجل خدعة غريب إنه الإنسان يكون عايش حياة الكبرياء والرياء في مظاهر التدين ومن جوا فيه صوت خفي عم بينكش فيه عم بيحكيله لكن مش عاوز عم بحاول يعني يغلق هذا الصوت والمسيح قال يعني قد أعمى عيونهم وأغلص قلوبهم لألا يبصروا بعيونهم ويشعروا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم إنها الكارثة العزمة أحبائي شوفوا أحبائي في إنجيل يوحنة رح أرجع لإنجيل يوحنة إصحاح تسعة المسيح شفى المولود أعمى وبعدين طردوا من المجمع لأنه تكلم عن يسوع طردوه فوجده يسوع وقال له أتؤمن بابن الله أجاب وقال من هو يا سيد لأؤمن به أجاب يسوع وقال له الذي يتكلم معك هو لكن لاحظ كلام يسوع يعني بعديها يعني هذا الشخص مكتوب عنه فقال أؤمن يا سيد وسجد له فقال يسوع لدينونة أتيت إلى هذا العالم حتى يبصر الذين لا يبصرون ويعمى الذين يبصرون فسمع هذا الذين كانوا معه من الفرسيين وقال له العلنا نحن أيضا عميان هو من قبل قال عميان وقهدت عميان إحنا اللي حافظين الكتاب من الجلد إلى الجلد إحنا عميان أجاب يسوع وقال لهم لو كنتم عميانا لما كانت لكم خطية ولكنكم تقولون إننا نبصر فخطيتكم باقية فإذن أحبائي هاي هي الكارثة العظمة شوف في يحنى إصحاح 3 إنجيل يحنى الإصحاح 3 بالآية 19 وهذه هي الدينونة إن النور قد جاء إلى العالم لكن للمأساة للكارثة العظمة وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لأن لا توبخ أعماله وأما من يفعل الحق وخليني أضيف سوري يعني ويحب الحق فيقبل إلى النور لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة فإذن أحب مجد الناس أكثر من مجد الله أحب الناس الظلمة أكثر من النور لأنه من الأصل أعمالهم كانت شريرة قال يسوع المسيح إن لم تتوبوا فكذلك جميعكم تهلكون فإذن أحبائي قام المسيح بدلاء العظيم جدا وأثبت وظهر أربعين يوم وأكثر من خمسمائة شخص وإلى اليوم أحبائي ناس إما عن جهل أو عن كبرياء أو عن كراهية وحقد عم بخب وعم بيخفي حقيقة بيخفي دينه يعني خليني أقولها أجيبها من الآخر فبيحاول يقاوم بدون ما كل ما هناك اقرأ بس بشارة واحدة متى أو أو يحنى ولما بتقرأ كلمة الله رح تغير حياتك ليه خايف ليه خايف من النور ليه خايف من المحبة ليه خايف من الحق بقول ومع هذا كل الآيات اللي عملها أصروا بعنادهم وقرروا أن يرفضوا يسوع المسيح لكن المسيح قال وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته شو رأيك اليوم تقول له يا رب سامحني على كل الظلمة إن الظلمة قد مضت سامحني على عدم تصديقي وعدم آمانتي سامحني لأنه عايش مسيحي اسمي وسامحني لأنه أنا من غير دين وعم بشوف عندي القناعة العقلية بس مش قابل لأنه أنا خايف مجد الناس والاعتبارات العائلية والوطنية هي اللي سادت علي وغريب ومسكين الإنسان ممكن يخسر أبديته إلى أبد الأبدين حتى يرضي شوية ناس يا رب ارحمنا صليها اقول له يا رب أنا بتوب اليوم وأنا بضع ثقتي وإيماني في شخصك المبارك إذا الرب كلمك كون شريك معنا في الخدمة شارك هذا الفيديو والرب يباركك